موسيقى مشاهدين مساء الخير لكم ومرحبا بكم مع الشخصية التاريخية وحدة جديد من عظماء رمضان فكيف مكان شهر رمضان المبارك شاهد على أحداث ووقائع تاريخية كان أيضا تاريخ الولادة أو وفاة أعلام وشخصيات لبصمات على حضورها وبقات أسماءها خالدة على مر العصور والأزمنة من بينها أسامة بن مرشد الكنني الملقب فارس الإسلام وشاعر الشام هو إذن أسامة بن مرشد بن علي الكنني الشيرزي الأمير الفارس والأديب البارع واحد من أكابر بني منقد أصحاب قلعة شيرز بقرب حما تولد أسامة بشيزر سنة 488 هجرية 1095 ميلادية مع بدء الدعاية الصليبية للبابا أوربان الثاني على المشرق الإسلامي وتوفى من بعد عمر مديد هو في سنة الخامسة أو السادسة والتسعين من العمر من بعد عام على السرداد بيت المقدس قاد عدة حملات على الصليبيين بفلسطين والشام وكان من حصن حظ التاريخ والتراث العربي والإسلامي أثناء المواجهة الصليبية في القرنين الخامس والسادسة الهجري معاصرة أسامة شيرزي هذه الأحداث فكتاب الاعتبار للترجم للفرنسية والألمانية يعتبر كأول مذكرات شخصية في تاريخ التراث العربي وأحد المصادر المهمة في تاريخ هذه الحقبة وإلى جانب إنجازات العسكرية فأسامة فارس الإسلام وشاعر الشام خلف العديد من الكتابات في الأدب والتاريخ من بينها لباب الأدب البديع في نقد الشعر المنازل والديار النوم والأحلام والقلاع والحصون وفي اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان من سنة 584 للهجرة توفى في مدينة حماة وتدفن في دمشق في جبل قاسيو وما يمكنش نتكلم على شاعر الشام بلا من صحضروا واحد من أشعاره فهو القائل لا تسأليني عن زماني فإنني أنزه عن شكوى الخطوب لساني ولكن سلي عني الزمان فإنه يحدث عن صبري على الحدثاني وكم نكبة ظن العداء أنها الردى سمت بي وأعلت في البرية شاني وما أنا ممن يستكين لحادث ولا يملأ الهول المخوف جناني كان هدف رسالإسلام وشاعر الشام واحد من الشخصيات البارزة في التاريخ الإسلامي لقاءنا غير جدد بكم غدين إن شاء الله مع حادث جديد وشخصية جديدة من عظماء رمضان ترجمة نانسي قنقر